سأعايز نسأل سؤالك هرده كويس في توزيع أصلا أنا عاد برائب بس أنا أسمعش بحي أنا بخاف المرائب دي لا 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 هو في توزيع حرك بتحددها بشكل معين لأنه في لحظة معينة المجموعة هنا بتأدي أو بخال كويس وبعدين مرة واحدة يسكتوا والمجموعة دي تبدأ وبعدين هم الاتنين يبدأوا في نفس الوقت صحية جي ملحوظة في بتعملها إزاي وعلي أساس بقى والله هي سؤال في الفنيات لا فنيات هي ما هو هي لازم تعمل كده يعني مش أنا اللي بحدد لا هاجس مع الحالة اللي موجودة هي اللي بتأخدني اللي ده يقول ده ما يقولش الإقاع ما يستخدمش البتاعة دي يعني لأنها عملت يعني في الآخر إحنا بنحاول بس ده ثابت في كل أغنية في كل عمل ولا بيتغير لا بيتغير بيتغير لأن أنا مؤمن بأن اللي بيحصل ده ده كائن حي يعني قابل للتحويل وقابل للإبداع في كل الأحسن فأنا مش شرط أشوفها سابتة في كل حفظ لا يعني أنا ممكن أرتجل فيها يعني كان ممكن جدا أعملها تاني بطريقة تانية اللي عم تاح أعملها بطريقة تانية وزود تفريدات ولو فيه جمهور بقى ولو فيه جمهور بقى كامين للجماهير المصرية الزواقة وأنا جمهور حبيب مصر عندنا كل الجماهير بتيجي تحضر العروض كفاية مهرجان السماعة مهرجان السماعة الدورة الخمستاشر بالألافات وحققت نجاح كبير جدا احتراما لهذا الجمهور مش بس على مصر ومصر على الوطن العرب والعالم أيضا لازم كن دقيق